عصام عكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي عصام تحية لك. دعنا نضيء على أي تفاصيل إضافية. يبدو حتى الآن لم يصدر أي بيانة رسمية عن حركة حماس يؤكد أو ينفي خبر اغتيالي حتى السنوار. هذا صحيح. حماس لم تصدر بيانة رسمية تؤكد أو تنفي فيه مقتل السنوار. لكن الأنباء التي تصل أو التي تتنقلها وسائل الإعلام موضمها مصدرها إسرائيلي. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن هناك فحص الحمض النووي للسنوار. معروف أنه كان قضا توقل أدة مرات في السابق. لذلك الإسرائيليين لديهم ملفه الطبي. وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أنه تم استدعاء بعض المحققين الذين حققوا معه في السابق للتعرف على جثته. وأن هذه الجثة تم التعرف عليها من خلال الأسنان. هذه المعلومات كما قلنا ليست رسمية. لكن يتم تسريبها بشكل أو بآخر. وتتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا. هناك أخبار تقول أن الاشتباك حصل بالأمس وليس اليوم. وأنه تم التعرف على الجثة اليوم. بعد أن اشتبه أحد الجنود بأن هذا الشخص. هناك ثلاثة أشخاص قتلوا في الاشتباك. اشتبه بأن أحدهم يبدو له ملامح مثل ملامح السنوار. وتم التعرف على الجثة هذا اليوم. إذن هناك الكثير من الأنباء. لكنها كما قلنا غير مؤكدة حتى الآن. غير واضحة المعالم. بانتظار ذلك يبدو أن بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عصام سيقوم بإلقاء كلمة الليلة حسب توقيت جرونيش في السادسة ونصف بعد الساعة ونيف من الآن. الرجل لا يدعو لإلقاء كلمة الليلة. إذا كان هناك شيء ما يريد أن يقوله للإسرائيليين. ما الذي نعتقد أنه سيقوله؟ لأنه كان طالما وضع لائحة بالأهداف التي أراد أن يحققها في غزة. ليس كذلك؟ هذه واحدة منها. يعني بالضبط. ومعروف عن نتنياهو أنه يريد أن يصور. وهو كان قد تحدث منذ البداية أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب. وكان قد تحدث عن ضرورة التخلص من قيادات حركة حماس. والتخلص من الحركة وأضعافها بشكل كبير. لمنع عودتها للسيطرة على قطاع غزة. إذن هو يريد أن تسلط الأضواء عليه. وهذا يفسر أن نتنياهو من سيقوم بعرض الأخبار الأخيرة. وليس وزير الدفاع أو المتحدث باسم الجيش هاكاري. إذن هو يريد أن يكون تحت الأضواء. وأن يسلط الضواء عليه. لأنه الشخص الذي استطاع التخلص من السنوار. ونجح في تقليم أضافر حركة حماس. كما يقول في قطاع غزة. لكن من نسبة له المشكلة الآن تبقى هي في مسألة المحتجزين أو الرهائن في غزة أهالي. الرهائن يطالبون الحكومة الإسرائيلية بضرورة وضعهم على رأس قائمة أولوياتها. والإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. وهذا قد يتحدث عنه نتنياهو في المرحلة المقبلة. مسألة إطلاق صراح هؤلاء الرهائن. أسلام أكرمهوي. زميلي مرسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن. شكرا لك على المتابعة. أود